تمام؟ المباراة تبقى إمتى؟ تبقى الجمعة؟ الفريق الأول لسيدات الكرة طولة بنادي الأهل بقادة مديره الفني كابتر حمد الصافي هيلعب يوم الجمعة الجاية مع فريق ودي دجلة في الجولة الثلاثاشر في الدوري آخر مباراة لنا كانت مع فريق الظهور وفوزنا ثلاثة واحد والظهور فاجئتنا كان على ملعب نادي الظهور في مدية ناص والظهور فاجئتنا أنها فازت بشوت الأول واحد صفر ولكن فريقنا تدرجة الموقف وعادة المباراة وفوزنا ثلاثة واحد ويمكن مش غريب علينا نحن في مركز الأول ستة وتلاثين نقطة من الفوز طبعا كل مباراةنا بفريق أربع نقاط من سبورتينج فريق السيدات الحقيقة بيحقق أرقامه بيكسر أرقامه وما ذال بيحقق بيحافظ على رقم علامي جديد بانتصارات متتالية ما تكسرش حتى الآن يمكن حدخلنا في حاجة وتسعين مباراة دلوقتي إن شاء الله نعدي المياه زي فريق الرجال ويكسروا الرقم ويحطوا إحنا كم يا جماعة لا إحنا عدينا يعني إحنا أربعة وثمانين خمسة وتمانين يمكن بيبلغوني إن شاء الله نوصل للتسعين مش هنختلف إن شاء الله نوصل للتسعينات بإذن الله المورات جاية هنعدي التسعين ونعدي المياه إن شاء الله فريق بيحقق النتائج وانتصارات كتب الحمد الصف يمركز نجم كبير ومدير فني جيد إن شاء الله كل التوفيق لفريق الكرة الطائرة يا سيدات هنروح لكرة الماء عملوا نتيجة رجال كرة الماء رجال عملوا نتيجة الحقيقة أنا ما صدقتهاش انتوا عارفين طبعا كرة الماء عندنا كانت بعيد وبعد كده رجع التاني المنافسة وبقى لنا سنتين ثلاثة يعني دايما لنا مكان على مناصة التتويق مبارح لقينا مباراة كان بنلعب مع هليوبلس على حمام سباحة مين هليوبلس هليوبلس فريق قوي جدا في ووتر بولو النتيجة المبارح خلصت عشرة خمسة نتيجة كبيرة جدا نتيجة كبيرة جدا عن نفسي ما صدقتهاش الجهاز الفني الفرينا بيضم كل من وليد عزة مدير فني ووليد وصفي مدرب عام وعمر سامي مدرب وسيف ممدوح مدير إداري وسامح العشري وإداري وخالد بن عيسى محلي الأداء وأحمد أكرم أخصائي تأهيل ألف مليون مبروك نتيجة جيدة جدا انتوا عارفين ان الووتر بولو مقتصر في الهديين ثلاثة الاهلي دلوقتي هليوبلس الجزيرة هم الترد أندية دول ويجي من بعدين من بعيد نادي الصيد إنما الثلاثة أندية دول اللي بيتبادلوا النهاردة لما النادي الأهلي يفوس على الهليوبلس في الهليوبلس عشر خمسة لا ده إنجاز وإحنا ماشيين صح وكل التحية لكابتن وليد عزة وكمان من فوقه كابتن وليد عزة رئيس جهاز ألعاب الماء شغل بيبزل ومجهود بيبزل ودعم من مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كبير لألعاب الماء اللي بتضم يعني عدد كبير جدا جدا من اللاعبين واللعبات ألف مليون مبروك هنروح أيضا لتينس